المجال المغناطيسي لملف الأولابي بالتجربة لاحظ ترتيب برادة الحديد عند مرور طيار كهربي في ملف الأولابي ننصر برادة الحديد على اللوح الزجاجي ثم نمر الطيار الكهربي في الملف الأولابي ماذا تلاحظ لشكل البرادة؟ ستلاحظ أن البرادة تنتظم على هيئة خطوط متوازية مع المحور وتخرج من القطب الشمالي وتتجه القطب الجنوبي وهي خطوط مجال وهمية ولكن استدلينا عليها بتركيب وتنظيم خطوط البرادة الحديد وكأن هذه اللفات تشبه تماما كل لفة منها تغفل ملف الدائرة إذن كسافة المجال المغناطيسي تتوقف على شدة الطيار تردي أي كلما زاد شدة الطيار زادت كسافة المجال وأيضا عدد اللفات تردي وطول الملف عكسي إذن كلما أقل طول الملف زادت كسافة الفيض المغناطيسي والنفاذية ومعامل النفاذية لاحظ بين الملف الأولابي والدائري بسم الله الرحمن الرحيم في مجموعة أفكار كده نحاول نشوفها مع بعض في المحاضرة الخمسة من كتاب نيوتن ملف حلزوني يمر به طيار كهربي فإذا انقص عدد اللفات إلى النص مع بقاء طوله وقطر لفاته ثابتتين وعند توصيل بنفس المصدر فإن كسافة الفيض عند النقطة على محوره طبعا الإجابة الصحيحة هل تقل للنص؟ تقل للربح؟ لا تتغير طبعا لا تتغير إيه السبب؟ نعرف إن بيه كسافة الفيض بتساوي النفاذية في عدد اللفات في الشد الطيار على طول الملف إيه لا تتغير ليه؟ لأن انقصنا عدد اللفات للنص مع بقاء طوله ونص قطره لما انقل ديت عدد اللفات للنص يبقى معنى ذلك إن هتصبح القيمة إن على اثنين إن على اثنين فالمقاومة إيه 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 والميو فلما من إيه اللفات للنص يبقى معنى ذلك إن المقاومة تقل للنص الطيار يزد الضعف تبقى اثنين فالثنين مع الاثنين إذن لا تتغير شوف السؤال الثاني السؤال الثاني تتناسب كسافة الفيض المغناطيسي عند نقطة داخل الملف تتناسب عكسيا مع طبعا نعرفين القانون بي بتساوي الكسافة الفيض تتناسب طبلي مع النفاذية مع اللفات تتناسب طبلي مع الشرط طيار وعكسي مع طول الملف يبقى الإجابة الصحيحة يبقى نقول طول الملف لأنها تتناسب عكسي من خصائص الفيض المغناطيسي عند مرور طيار في ملف الأولابي على شكل دوائر منتظمة ولا يشبه الفيض المغناطيسي لقضيب مغناطيسي طبعا يشبه الفيض المغناطيسي لقضيب مغناطيسي ليه؟ لأننا عارفين إن لو دس الملف الأولابي الملف الأولابي واتجاه الطيار في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه طبعا هو تطبيق قاعدة اليمنى فإن خطوة المجال تخرج من الشمالي وتتجه لمين؟ للجنوبي بهذا الشكل إذن تعمل تعمل كأنه مغناطيس لقضيب يشبه الفيض المغناطيسي لقضيب مغناطيسي بعكس الملف الدائري يعمل كمغناطيس قرصي في الأشكال في الأشكال التالية في الأشكال التالية يكون اتجاه المجال الموضح داخل محور الملف صحيح طبعا هذا الموجب يبقى بهذا الشكل تطبيق قاعدة اليمنى يبقى خطوة المجال الخارج من هنا يبقى جاية يبقى صحيح يبقى غلط تطبيق قاعدة اليمنى هنا الشمالي و هنا جنوبي طبعا إفين تطبيق داخل الشمالة يبقى هنا الشمالي و هنا الجنوبي وهزه نiga طبعا هنا الشمالي كده بهذا الشكل بتطبيق قاعدة اليوم هنا الشمالي مصبوط هنا الجنوبي والمجال في الداخل بيمر كده يبقى الإجابة الصحيحة الاختيار اللي هو دال في الشكل المقابل يوضح ملف حلزونيا مر به طيار كهربي طبعا دال موجب باتجاه الاستراحية هوت بالشكل ده كده يبقى لما نيجي نطبق نسؤال بوليه الشكل المقابل يوضح ملف حلزونيا يمر به طيار كهربي اي من الرموز الموضحة تمثل اتجاه صحيح للمجال المعناطيسي طبعا لما نيجي نطبق اليد اليومنا ده اتجاه الموجب اتجاه الاستراحي وطبق قاعدة اليومنا يبقى هنا الشمالي يبقى الاتجاه الصحي يبقى الاتجاه الاستراحي كده وبتطبيق اليد اليومنا فطبعا هيكون الان شمالي طيب المطلوب الثاني طبعا تقل وهنا كان بيجي سؤال ليه يدق حديد مطاوع في داخل الملف لان الحديد المطاوع نفازية هو عالية وكلما زادت نفازية زادت كسافة الفض المتكون يبقى الاجابة الصحي ستكون عندي بيجي سؤالي وفي نفس الوقت تتقل يبقى انا اقول تقل ده تقل وطقل بس ده جنوبي تقل هنا يبقى اجابة الصحي بيجي سؤالي ملفين ملفان لو لبيان طبعا على اللفات كل منهم ان يمر بهم على اللفات نفسها يمر بهم نفس الطيار كما وضح فان النسبة بين كسافة الاختلاف هنا في مين في القل في القل هنا عارفين دايما ان كسافة الفض كسافة الفض كسافة الفض بي بتساوي ميو النفازية في عد لفات في شدة الطيار على اللي هو طول الملف يبقى لقبا البي والل علاقة ايه عكسية فلو جانا هو يوصل بولك ايه فان نسبة كسافة الفض للملف الثاني الى الملف الاول فنقول بي تو بي تو بي تو على بي وان بما انه علاقة عكسية يعني يبقى نقول اللي تو اللي وان ها اللي وان اللي وان على اللي تو هنبدأ نعوض الملف الاول الملف الاول اللي بل اللي وان بل والملف الثاني بتلاتة على تنين اللي اللي مع اللي المقام بسط تبقى تبقى بنسبة اتنين الى تلاتة في الشكل المقابل طبعا لما نجي نطبق السؤال بقول في ايه في الشكل المقابل من لف الاولابي غمر في مجال يعني المنقض ده مجال مغناطيسي كسافته موضوع فيه كسافته عند فكانت كسافة الفيض عند النقطة اكس هي بي عند النقطة اكس هنا بي طيب فاذا تم عكس اتجاه الطيار طبعا هنا كان الشمالي كان هنا الشمالي يعني خطوط المجال كان لما نطبق القاعدة كان هنا الشمال لو نعكس الاتجاه طبعا لما كان هنا الشمالي كان خطوط المجال عكس المجال الاصلي لكن لما نعكس الطيار عند عكس الطيار وتطبيق هتتلغى الموضوع بأداء الشمالي وهنا الجنوية خطوط المجال في نفس الاتجاه يبقى المحصلة تزيد لان خطوط المجال في نفس الاتجاه الاجابة هنا تزيد هنا في السؤال ملفان حلز يتصلان ببطارية فان انواع الاختاب اكس و واي اكس و واي طبعا لما يكون ده التساهم كده وبتطبيق قاعدة اليد اليمنى يبقى ده شمالي وايضا اتجاه الطيارة هوت وتطبيق قاعدة اليد اليمنى يبقى هنا شمالي يبقى الاجابة الصح شمالي وشمالي بهذا الشكل ده سؤال رسم بياني وجميل جدا و بيوضح ازاي نتعامل مع رسم البياني هنعارفين ان بي بتساوي بي بتساوي النفاذية ده كسفة الفيض بتساوي النفاذية في عدل لفات في شد طيار على اي هنا العلاقة بين مين ومين بين البي وبين ال اي يبقى الميل اذا نقدر نقول الاسلوب ده هو الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات ممكن ناخد ديت على دين يبقى نقدر نقول ان نقول بي على اي دي بي على اي دي بي على اي دي اللي على اي دي بي على اي دي لقد ree مي وفي الان على الال اي دي الازي في ملف طوله متر واحد يجب ان نقول ان البي شوف الرسم بقى البي على الاي هتساوي هتساوي الميو اللي هي اربعة ميو في ان على واحد طبعا كله معلوم معادة من معادة الان طبعا هنتعرفين البي لو خدنا مثلا ان البي قيمتها واحد واحد بس في عشرة وس تسالب اربعة والطيار قيمت الطيار قيمت الطيار قيمت البي اربعة قمت البي اربعة قيمت الطيار واحد واحد انبير ستساوي ستساوي 4π 10 أستسالب 7 في الان طبعا نجيب الان اختراف بالنسبة للطرافين على 4π 10 أستسالب 7 4π 10 أستسالب 7 يطلع لنا بالتعويض ستساوي 3 1 8 تقريبا بهذا الشكل ملف دائري يمر فيه طيار عند مركزه هي بي ابعدة اللفات بانتظام عن بعضها هل يتحول الملف حلزوني كسفته بي ون إباد دائري بي ون إباد دائري بي ون بيساوي ميو في إن في آي على 2 آر ده اللي هو إيه؟ الدائري طيب بعدناها اللفات وحاولناها لإيه؟ لولابي يبقى بي تو بي تو بتساوي ميو في إن في آي على إيه؟ طيب السؤال بي يبقى فإن بيمر به كل حاجة نفس الطيار وعدلة فات فإن العلاقة بين بي ون وبي تو طيب احنا عارفين هنا ده اللو لا بي وللدائري لو ضربنا الطرفين الوسطين يبقى عندنا الميو في إن الميو في إن في آي هتساوي بي ون في تو آر وعندنا طرفين في وسطين بي تو في إل هتساوي بي تو في إل بتساوي ميو حاصل ضرب طرفين سؤال وسطين ميو في إن في آي الطرف الأيمن هيتساوي الطرف الأيمن يبقى الأيصر يبقى الأيصر يبقى نقول إن بي ون بي ون تو آر هتساوي بي تو للملف اللو لا بي نشوف كده الإجابة الصحة اللي هي بي بشاكده هنلاحظ إيه؟ إن عند فتح عند فتح المفتاح كيتو يبقى نقدر نقول إن شدة الطيار هتساوي في على آر في اللي هي 12 فولت 12 فولت على الآر اللي هي ثلاثة لأن دي مفتوح إذا الطيار المر في المحالة الأولى هيساوي أربعة أمبير هي الطيار في الحالة الأولى طيب نشوف الطيار في الحالة الثانية عند غلق عند غلق المفتاح كيتو هيصبح مقومتون دول توازي حاصل ضربوهم حاصل جمعهم تصبح آر يبقى في الطيار في الحالة الثانية هتساوي بي على آر الفي 12 اللي هي فرق الجهة 12 على الآر اللي هي محصدة اللي اتنين ده هما هاصل ضربوهم هاصل جمعهم ثلاثة في ستة على ترزيل ستة طلع ناتج اتنين يبقى المقاومة اتنين إذن الطيار في الحالة الثانية هيساوي ستة أمبير طيب الستة أمبير اللي هنا دول ستة أمبير هايجا عنده النقطة دية لما عفلت داية هيتجزاوه بما ان المقاومة دي مقاومة ستة ضاعف المقاومة ثلاثة يبقى الستة هتوزاوه ازاي أربع أمبير هنا واثنين أمبير هنا سبحان الله يبقى الستة أمبير دا هم من هيتوزعهم الى إذا الملف الملف إذا نستنتج ان الملف يمر برضو يمر به طيار شدته أربع أمبير بما ان الطيار ثابت الطيار في الحالتين في الحالتين ثابت إذا كسافة الفيض أيضا كسافة الفيض ثابتة يبقى بي وان بي وان هتساوي بي تو يبقى الاختيال الصح اللي هو دا تنعدم كسافة تنعدم كسافة الفيض في منتصف محور ملف لو لا بي ويصبح ملف عديم الحاس إذا لف لفا مزدوجا يبقى ممكن دا من استخدامه في المقاومة القياسية إزاي طبعا سؤال يقولك ليه السلك ملفوف لفا مزدوجا حتى تكون كسافة الفيض المحصرة تساوي صفر ملف لو لا بي يمر به طيار ملف لو لا بي يمر به طيار هذا الملف لو لا بي تم قصه في المنتصف نقصه كده الأول كان بي بتساوي ميو في إن في آي على على إل لما نقص إل يحصل الإن تبقى إل على تنين والإل هيبقى إل على تنين يبقى الشكل الجديد يبقى بي بتساوي ميو زي ما هي ميو هتبقى إل على تنين والإل على تنين هتبقى إل على تنين هتبقى إل على تنين لما الطول يقل للنص الطول تعرفين المقاومة تساوي رو إل على إل إذا الطول قل للنص يبقى المقاومة تقل للنص يبقى اضطر زد للضعف فيصبح اتنين آش يبقى كإن البي زادت كم مرة مرتين يبقى تصبح البيت جديدة اتنين بي معداتنا سريعة عند قص الملف الإن تبقى إل على تنين والإل هيبقى إل على تنين تعالنا عوض كده في القانون ده كده هنشيل إن ديت ونحط مكانها إل على تنين والإل إل على تنين فالتنين هتروح مع الاتنين بس الطيار نفس الطيار نفس البطارية وقال لك هنا بنفس البطارية قال بنفس البطارية فإن كسافة الفائد يعني نفس البطارية على نفس الطيار إذن لما الطول يقل للنص المقاومة تقل للنص إذن الطيار يزد للضعف إذن كسافة تزد للضعف الملف دائري عالد لفاته وإن تم إبعاده بانتظام فأصبح ملف لو لبي بسوين للضعف بسوين للضعف كان في الدائري ب بتساوي ميو في إن في آي عالة آر حولنا لو لبي بي 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 هتساوي ميو في إن في آي الطول أصبح ضعف القطري بأربعة آر المقام زاد يبقى دي تقل يبقى دي تقل إجابة الصحة هنا تقل دائما كسافة الفائد تركز في المنتصف يبقى الإجابة الصحة دائما بهذا الواضح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كسافة الفائد